سلام عليكم واجب من المسلم على المسلم فقط نعم ونحن ونحن الإسلام ونحن الإسلام المحمدي الصحيح وغيرنا في جهنم هذا نعم الآن تفضل بسؤالك يا أبو ليلة تفضل بسؤالك أريد أتناقش مع الشيخ أحمد الموسوي السيد أحمد الموسوي سيدك وسيدنا نعم تفضل سيدك أنت شيخ أحمد سؤال شيخ أحمد تفضل ما حكم من يغضب فاطمة يا شيخ أحمد موجود عندكم في صحيح البخاري وصحيح مسلم حكمة فقط نعم من يغضب فاطمة يغضب الله عز وجل في كتبكم وصح كتبكم جيد كويس خذوا هذه الرواية في عين الحياة للمجلسي في الصفحة 310 يقول المجلسي وروي بسند معتبر عن أبي ذر وروي بسند معتبر عن أبي ذر أنه قال أهديت لجعفر جارية قيمته أربعة ألف درهم فلما قدمنا المدينة أهدها لعلي عليه السلام تخدمه فجعلها علي في منزل منزل فاطمة فدخلت فاطمة عليه السلام يوما فنظرت إلى رأس علي عليه السلام في حجر الجارية فقالت يا أبي الحسن فعلتها فقال لا والله يا بنت محمد ما فعلت شيء مما الذي تريدين قال التأذى يا عيسى فاروق يا عيسى فاروق يا عيسى فاروق لحظة يا عيسى فاروق سؤالك 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 كان واضح للسيد والآن السيد قلت ما حكم من يغضب فاطمة الآن السيد يجيبك على سؤالك هاي الرواية أو احنا ما فهمنا هذه الرواية سأجيبك نعم هذه الرواية نعم سنتحقق منها نعم هذا سيدنا يكذب كثيرا شكرا على التساءل سأجيبه ليستمع هذه الرواية التي أنت ذكرتها أنت مع الأسف أنك مدلس فيما تذكر ومكتب سماحة الشيخ ياصر الحبيب أخونا العالم الفاضل الجليل محمد أبو السلطان أخرج كذبك على الملأ وذكر مولد الرواية التي استشدت به وبيّن تدليسك في تلك الرواية هذا النقطة الأولى النقطة الثانية هذه الرواية سنحيلها إلى المكتب وقال أيها المكتب ليسمع المكتب جزاكم الله خير أنه عند المجلسي صفحة 310 310 نعم نعم ذكر ذلك المكتب يجعل لكم وقت ويخصصه للرد على هذا التدليس منكم أنه علي عليه السلام أتى بجارية والزهراء دخلت عليه ورأته على هذا الحال وقالت له أفعلتها والعياذ بالله عندنا التصالي الأخير نعم 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 أتى بإشكال أو شبهة سخيفة جدا وأوقع نفسه في الفخ كعادته لحماقته وهو أن يقول أن ما حكم من يغضب السيدة الزهراء عليها السلام حكمه كافر مخلد في النار بلا شك فيريد أن يأتي برواية جاء برواية مروية في بحار الأنوار ينقلها عن علل الشرائع للعلامة أو الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان يقول هو ما دام أن أمير المؤمنين في هذه الرواية أغضب الزهراء عليه السلام فإن حكمه يكون أيضا مخلد في النار أولا نقول لك يا جاهل يا أحمق هذه الرواية الموجودة كما قلنا في بحار الأنوار وينقلها عن علل الشرائع سندها هو عن أبي عن سعد عن الحسن بن عرفة عن وكيع أو عرفة عن وكيع عن محمد بن إسرائيل عن أبي صالح عن أبي ذر رحمة الله عليه سند هذه الرواية سندها هو من أسناد أهل الخلاف فلا يمكن لك أولا أن تحجنا بهذه الرواية هنا يفترض أن يسقط الإشكال الذي أتى به هذا الجاهل ونقول أن هذه الرواية غير معتبرة عندنا ونقول أن هذه الرواية غير معتبرة عندنا ونقول أن هذه الرواية غير معتبرة عندنا ترجمة نانسي قنقر